موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية لكم جميعا اخواني واخواتي كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال مع هاد الوباء كما كتشوفون لغادي كينتشرب واحد صورة اللي هي كبيرة يامس في الطالية يعني اشتوا واحد ذكرتوا لي ولا واحد المرصوم قانون للدر باش يقوم يعزلوا واحد المنطقة ديال اللي كنا في شمال إيطالية نبغت نقول عفون للمنطقة اللي كان بان منها هاد الوباء اللي كان بان في هاد الوباء اللي هي لومبردية يعني 16 مليون ديال الباشار اللي قدت تكون معزولة للناس يعني شدهم البطانيكو يعني لو كي يجريهم اللي سمعوا هاد القرار هذا خرج كل شي هزل باش نو يهزهم يجريهم الطيارات يعني المطارات يجريهم المحطات ديال القطارات باش يفروا هذيك المنطقة ويجيوا للغرب ديال الطاليان. يعني فلا حوله ولا قوة الا بالله. هاد الطاليان كمجدوه هي قد احتل القطاع ديال الصحة ديال الطاليان كي يحتل المرتبة الرابعة عالميا. المرتبة الرابعة عالميا. الخطأ اللي طاحوا فيها الطاليان كانت مننا ما تحش في اسبانيا وما تحش فيه المغرب. ما غير نتكلم على المغرب يعني شنو اللي كانوا كيقولو الناس في الاول هو ما تخافووش هاد الوباء هذا راكيس بعيد الناس لمقبر في السن اللي عندهم مرض موزمين ما نعرف شنو الى اخر بزاف ديال المسائل. حتى اتفاق من الوضع. لا يا اخي المسألة مسألة خصية اخذ الدولة بجدية. من البداية نوعيو المواطن باش يتحمل المسئولية دياله كمواطن باش يساهم يعني في ال يعني في ال في الوقاية ديال 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 مواطن بصفة عامة. باش ما ينتهش ترش هاد الوباء هذا. ماشي نبقاو نعطيو رسائل اللي هي كاذبة. ولا رسائل اللي هي ماشي في محلها ولا ماشي منطقية. واعني هو المواطن كيكون في واحد اه الوعي ما معارف شنو لكين. بالضغط. لا يا اخي المواطن خصو يعرف بالدرجة اللي اشنو لكين بالضغط. باش يتحمل المسئولية دياله كمواطن. ماشي تهايت فاق من الوضع. عدد قول له صاف انت غاد تبقى هنا في عزلة. هدا هو الخطأ اللي دار الطالية المتال. كنتمنى اسبانيا ما تطيحش في نفس الفخ. كنتمنى لان الوضع ديالها غاديو كيتزايد بالضاف. كماشت المؤخرا في جنازة. يعني يتصاب عدد كتير ديال Tammy's والي هنا وقريب. ان ماشي بعيد من هنا في زاف العمل through dia اللي الوغروني ولا الريوخة. اللي هي كتحد مع عمله ديالنا بره. عاني يتصاب واحد للعدد كبير ديال cooked過 it in these people. وخرجوا البوليس يعني حرس المدني اللي لابسين ذلك ل. انه هادوك التراويات ولا هادوكي اه آه الملابس ديال للناس اللي كيدين版ه الكيميكل. ويضرح للناس فالضيور جاء الناس اللي كانوا وحضروا في هذه الجنازة كيعطيهم واحد الورقات واحد يعني واحد رسائل اللي فيها معلومات خاصة ما يطبقوها بالحرف. هذا هو لكين. فالمواطن من الواجب على القطاع دي الصحة يخبر لمواطن بدك شي اللي كين. ده واش نكذبه الى الناس ونقولهم لا حقا ما تستهونوش ولا نبصنا هذا يعني ما تتموش لهذا الامر هذا. احنا كنطيقوا في الصحة دي انا كنطيقوا في القطاع الصحة دي انا. ولكن هذا ما كنمنعش بان المواطن خاصه يتحمل المسئولية دياله باش يعرف اشنو لكين. اول حاجة نوعيه باش يعرف اشنو لكين. وتاني حاجة يتحمل المسئولية دياله كمواطن. يعني يبعد على المسائل اللي هي تقدر تعديه. يبعد على المراحل يعني العامة. يبعد على الميران باش يمشي يلعب الكارتة ولا يمشي يلعب اي حاجة. يبعد يعني المناطق اللي هي مثلا المطارات الى اخري. الا غضرورة. الا غضرورة. هذا وليكين. ولكن كنشوف ما بين مثلا دولة ديال الطالية اللي هي كما قلت القطاع ديال الصحة كيحتل المرتبة الرابعة عالميا وإسبانيا المرتبة اللي كيحتل القطاع الصحي ديال إسبانيا المرتبة الثالثة عالميا وأوروبا يعني الأكتر كفاءة القطاع ديال الصحة الإسباني أكتر كفاءة في الأوروبا كاملة ومصنف ثالث عالميا من بعد الصين وصنغافور. والتي تابعين هي القطاع الصحة للطالية. فما بالك بهذه الدول التي ترى الأمر كيف تفاقم وكيف بدك يهرب وكيف بدك يخرج على السيطرة. مقارنة مع أننا في المغرب نرى مسؤول من القطاع الصحة يخرج ويقول كلام التي لا يتقبله العقل. لماذا؟ لأن القطاع الصحة دي المغرب؟ إحصائيات للدارت في 2019 بأن القطاع الصحة دي المغرب يعني كي يحتل المرتبة الأخيرة. ولا من بين الدول اللي كتحتل المرتبة الأخيرة يعني عالميا. فالتصنيف دي القطاع دي الصحة. وكان خرجوا وكان قولوا للناس بحال هاد آآ دبان خليل لكم مقطع هنا ربما تشوفوا. دي الواحد المسؤول اللي هو الناطق الرسمي دي وزارة الصحة دي المغرب. اي كبيرة وصغيرة سيخرج هو اللي يقولها. يعني قال ما تخافوش. احنا رأى هاتش اللي كتنوي انتم مرة ما غديش نوصلوا لي. ما غديش يولي الطيح اكثر من النايد في المغرب إلى آخرية. هاتش ما كيش. احتلج هاتش حالة غدا تجي من. كيفاش يا أخي تقدر تفسر لواء المواطن هو مواعيش أصلا. أصلا ما واعين احنا يا المغاربة. والدليل لهاتش اللي كنقول. الحالة اللي مشات المغرب من الطالين. أول حالة بانت. أراكم شتوب عينيكم. يعني الناس بماطرهم ببقالاتهم بطمابلاتهم كل شي يجري للسبطار باش يشوف هذا قصيد. كيفاش يا أخي انتواباء واحد مريض جاي ناقل لعدوى. باش يعدين المؤمة. واحنا قاعدين كنجريه باش نطلع عليه. وعاد تتخرج وتقول للناس. ما قاعدين يقول لي الطيح كتر من النايد. لا يا أخي. الرسالة خصت تكون اه في محل هال المواطن باش يعرف اش نولي كين. خصنا نوعيه المواطن المغربية دي اللولة. لاش لان احنا متعاودينش لهاد المسائلات. والقطاع دي الصحة ما يسمحش لنا باش نكونوا في هاد الفضف هذا ونكونوا ما جاي منش الخبار وكل يجري على جراه ونتعانقون بوسوا ما عارف عشنو. وغايبين على الواقع. لا. المواطن خاصوا توعية. الوزارة دي اللي الوزارة الصحة خاصة تكون في تواصل مع المواطن المغربي باش تواعيه. باش يتحمل المسئولية دياله كمواطن باش يساهم يعني فحد هاد هاد النشر دياله هاد الوباء باش ما يكونش باش ما يتفاقمش الوضع. وحنا كنتكلموا على دول للقطاع ديال الصحة دياله كما قلت ما شاء الله. كنتكلموا على مرتبة اه رابعة عالميين ومرتبة ثالثة عالميين. وشوفوا عشنو اللي واقف هاد الناس. فما بالوكو احنا في المغرب. من هتروش على مسائل اللي يعني اه غير منطقية. كي باش انت ما عندك شو واحد واحد قدرة اللي تقدر تلقى هاد الوباء باش ما ينتصرش ولا باش ما يتفاقمش الوضع. وكتقول للناس ما تخموش. عيشوا الحياة ديالكم. احنا ما غادش يقول لي تطيح كتر من الناد في المغرب كما كيفكروا بعد الناس. ما تخليش الناس تكون في دوامة. ما تخليش الناس تعيش في واحد دوامة اللي تعيش في واحد العالم اللي ما كيش. الوباء اصبح واقع. الوباء هذا الخطير يعني اصبح واقع. وكان عيشوه. اي دولة من العالم ويقدر يكون في اي بلاسة. هذا هو لي كين. فكانت من يعني كن وصلت الرسالة كما قلت وحنا كمواطني. سواء كان عيشوا في ايطاليا. ولا في اسبانيا. ولا في اي دولة من الدول ديال العالم. احنا كمغاربة العالم كما قلت المرة اللي فات. اول حشان تحملوا المسئولية كمواطنين باش نحافظوا على الصحة ديال ديال بلد ديالنا نبقاوه هنا. فالبلاسة اللي احنا فيها نبقاوه فيها ما نتحركوش. حتى نشوفوا الامور فين كين. هذا هو لي كين. علاش لان لا هاد دولة اسبانيا ولا ايطاليا ولا بزاف ديال الدول كلهم طحوا في الفخ ديال ما تخافوش هاد الوباء اطلع للناس الكبار ما نعرف شنو. الناس اللي عندهم مرض موزمين. هاد شي كله اتبت العكس دياله. كنشوفو ده باي بيس اللي عندهم خمس سنين. اطفال اللي عندهم عشر سنين. وتصابوا بهاد الوباء هادا. وهذا ده لي قاطع بلا ان هاد الوباء ما عنده حتى علاقة مع الناس اللي هما فقط راهم كبارين في السان ولا راهم عندهم مرض موزمين ولا. ايا قولوا هاد الناس هادو ده غاي قضي عليهم ده غاي موتو. وكيقولوا بان مثلا اه اه العطاس هاد يعني اسباقة. يعني نسبة الموت. دير هاد الوباء هادا يعني هي قليلة. ولكن هذا ما كيمنعش بانه كينتعشر بواحد السرعة اللي كبيرة. وما قدروش نسيطروا عليها كما قلت. فما سيطروش عليها الدول اللي هما عندهم كما قلت واحد القطاع ديال الصحة لهو متطور جدا. كيفاش عاد نسيطروا ولي احنا في المغرب. للقطاع ديال الصحة ديالنا يا الله كيستفدو منه خمسة ديال الملايين. من بين ربعين مليون. يا الله خمسة ديال الملايين تقريبا اللي كيساهم ولي كيستافدو من الضمان الاجتماع ديال المغرب. وقد خروج وتقول للناس ما تخلعوش عيشو. ما تخموش. احنا ما قادش يقول لنا اعدنا اطيح كترة من النيت. اشهد الحماق هذا. اشهد الحماق. انا كنتكلموا لو الناس اللي كما قلت عنهم تقدم في القطاع ديال الصحة وتغلبه. بقى نحطوش على الناس اللي عشابة ولا كان فين هو هاد السيد اللي كان خرج داك النار. خرج يا اخي. اعطي هذيك العشبة الناس. انقض الناس. انقضهم. فين هم الناس كتوك تدافعوا له هاد السيدة دا. خرج انقض الناس. يعني من احياء نفس كما احياء ناس جميعا. يعني انقض هاد الناس يا اخي. انقض. اعطي له هذيك الدول للناس وخلي الناس تعيش. تؤشر على ذلك. باش تخرج بقى تهرج. لا عباد الله وتقول لي ما انا عندي يعيش بان اعدي هذا. هدا كلام كله فارغ وكلام يعني اه خاوي ولا خالي من الصحة. ومليكات اضر على هاد المسائل كي يخرجوا لك الناس بدأوا انقضوا فكا. عروا بيما عرفش نوي الى اخرين. لا يا اخي. خصنا تحملوا المسئولية كمواطنين. يعني صالحين. ما نقولوش الحمقات لعباد الله. هاد اولي كين اخواني كنتمنى اني كان تشوفوا لك انها طر شوية يعني ابن في عال. قد ولا داخل المغرب. يعني التازموا الحدود ديالنا. نتبعوا يعني الارشادات اللي كتعطي المنظمة العالمية للصحة. نتبعوها بالحرف وخوه. ما انتكلوش على الناس لي كي يخرجوا تمايا. عايشين فرافها هي وكيعطيونا ميصاجات اللي لا لعالقة بهذا شيء الواذي الواقع. انا كان قول لكم ده کش من اخر. انتبعوا الارشادات اللي كتعطي يعني المنظمة العالمية للصحة. ونخليه التهراج دي البعض الناس. اللي يقول لك لا وما غادش يقول لي الطيح كثير من النايد وهذا وحد يقول لك انا ديوني سدو عليا مع هذك اللي اسميتو يا عطاس عليا يقعب عليا. هذا كله هراء وكله خزع بلات. هاد شي دي كيه المهم تحيات لكم كاملين. الى بغيتو نديرو شي لايف ناقشوف هاد الموضوع هذة لانه هو موضوع مهم وموضوع موضوع هنا حساس. باش نحاولون ننشره ولا نساهموا في النشر دي هاد دي الهات التوعية هذي. لان الناس رها غالطة بزا. وكي ينمو غالطات كبيرة. وخصوصا المغرب. كي ينمو غالطات كبيرة من بعد الناس. وللاسف شديد مسؤولين كبار في وزارة الصحة. مسؤولين كبار يعني من بين ولا من من المنطق انهم يقولوا اللي يوضحوا المواطنين ويعطيهم رسالة يعني في محلها. كي يخلوا الناس في الوهم. مهم لا ما نطوع لكن اكثر ما تشي. اعتذرني شوية لان انفعال. حتى نتلقى ان شاء الله في الموضوع الماجي. تحية لكم كاملين. والسلام عليكم.